كنا عندنا سيطرة سيطرة فازدة تسوي إعادة قمرقة للبضاعة التي تأتي وتفحصها طبعاً اللي يقمرقوا يحطوا بجيبهم فالحكومة ألغتها يعني ألغت هذا الموضوع أسه حقيقة أنا معي إعادتها بكاميرات بسكودة يعني من نموذج آخر يعني الإقليم يقمرق ويدخل البضاعة نحن نلجع نفحص وراء ماكو شي من حقنا هذا الموقف يعني ما إعادة سيطرة مثل الصفرة لكن بدون فساد بدون فساد لأن حقيقة أننا لا نطالب بفساد يرجع هذا مستحيل هذا من الناحية من الناحية الأخرى لا 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 خلنا نرجع للناحية الأولى شنو كان يسرب سيطرة الصفرة تأتي البضايع مزين؟ مزين؟ أكو بضايع ممنوعة مفوض من يطببوها كوندستان يطببوها لنا مثل شنو؟ نحن عدنا قائلة رزنامة رزنامة زراعية رزنامة صناعية رزنامة استيرادات رزنامة يوقفون للسلال الدولة على ما تسمح لمنتج المحلي تسمح للمزارع وما شي يساوون يدخلوها يدخلوها تجد سيطرة الصفرة التي أفسد كانت من الوضعية هم ترجع تدخلها بس هم تأخذ عليها شنو فلوس وكثير من الأمور الحكومة شافت هذا الموضوع حقيقة يعني بيزدلاء وكنوعا من المجاملة شالوها هذا الموضوع حتبت خطأه اليوم احنا حقيقة من شاء الله توقفت العمليات تزادت لا تزادت تزادت صار اليوم اي واحد تفرض غريبة تفرض قمرض سوى ايش يروح يوديهم يعني ما اعتقد كان مدروس الموقف احنا ما اعادتها لكن اعادتها بدون فساد واعادتها بشكل نظام كاميرات فد نظام السكودي تدقيق منفذ كردستان يدخل بضاء على راسي مني يجي دخل بضاء أنا أرجع ندقق ورا اشتركوا في القناة